طيب يعني محبوب الملايين الملك في عالم الأغنية التي ليس لها مثيل خلينا نقول أخرجها من النوبة للعالمية تدهر صحة النجم الكبير محمد منير وأعادت نقله للمستشفى كان خبر تنقلته ناس كتيرة جدا على وسائل التواصل الاجتماعي المواقع الإخبارية ألقنا عليه جدا وخصوصا أن كان آخر ظهور ليه إحنا شفناه لما كان فيه احتفالية أكتوبر انتصارات أكتوبر وكانت بتشاركه فيه في الغناء على المسرح الفنانة أنغام هو ظهر واقف ومتماسك سنت شوية أعلى المايكروفون لكن كان بيقول للدنيا كلها أنا كويس لكن الناس ألقيت بعد الخبر ده تاني هل فعلا مونير موجود في المستشفى أو تم إعادة نقله للمستشفى عشان تدهور حالته الصحية الدكتور أحمد أبو المجد سكرتير عام لقابة المهنة الموسيقية معانا على التلفون دكتور أحمد مساء الخير مساء الخير بسيطة كريمة مساء الخير طمنا على النجم محمد مونير الأخبار دي حقيقية ولا فبراكة صحافة لا فبراكة صحافة على الأسف وفعل أن يعني تعب العادي القسيكي ممكن أي واحد يضمن تلك المستشفى بنفسه وإحنا حتى لما شفنا الأخبار دي على صفار القسيكي الإسماعي السيد مصطفى كامل المطريب ومع المطريب محمد عبدالله وفعله في المستشفى وكان يعني والعناية بركزة وأي حاجة كانت فحصات طبعا المستشفى من كلها نجمت حاجة من السيد محمد نير بتهتم طبعا بيه زي ما بتهتم بأي حد ولكن هو شوية خارجة يعني في فع نفسه إنما ما فيش تضافة ولا في أي حاله هو حلم في البيت طب هو قعد قد إيه في المستشفى بمينهما أخدوا وقت الحد ما راحوا الظروف في المستشفى وقعد وقت طويل لا خلص ما فيش تمانية واربعين ساعة تمانية واربعين ساعة يعني تشيك أب يعني يتطمن على صحيته في حاجة لكن ما كانش رايح بألم معين أو مشكلة صحية لا 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 خلص يعني ما كانش فيه الكلام اللي تأيز إحنا نفسنا يعني تحضينا طب كان إيه الحقيقة اللي شفتوها بقى يا دكتور أحمد المقيب والدكتور محمد لما راح وظهره المشروع الضروف في صحة كويسة وعشان كده يعني يتقربوا البيت ونتعرف أن السيد محمد بنير أكيد المستشفى مش هتقربه أكيد طب يعني دي متابعة صحية مش أعراض مثلا أعراض برد أعراض لا لا متابعة أعراض برد أعراض برد أعراض شوية حارة بسيطة عني وطبيعي بيكترون بشكل برد نفسه والحمد لله بخير طب الأخبار دي بتأثر على حالته النفسية يا دكتور أحمد أكيد طبعا بتأثر على حالة نفسية يعني خصوصا أنت عاصل سيد محمد بنير قد دي الناس كلها بتحبه وطبيعة الحال لما بيحصل حاجة زيادة وخضر زيادة بيبقى فيه كمية تتصالات كتير وكمية تحت هو طبعا بيحب يطمي الجمهور وبيحب يطمي الناس فبيبقى التعامل حتى مع مدرين أعماله مع الناس عضاء فكرة الموسيقية كتير بيتعاملوا معاه وبيبقى الأنين عليه مصر كلها زي ما حدثت كولتيك إلا مصر كلها التعمل صحيح صحنا نعرفي الأدية هو حساسة يعني فكرة الأخبار كل يوم وتنينه في المستشفى وإنه في حالة فحية خطرة وبتتدهور وإنه في العناية المركزة دي كلها حاجات حاجات يعني عكس دعم اللي احنا نحب ندعمه للفنان كيف يزالي أستاذ محمد بنير يعني صوت مصري النظام هو مصري عصي أنا يعني الحقيقة بشكرك جدا أنك طمنتنا عليها دكتور أحمد شكرا جزيلا لك وتحياتنا لسيادة النقيب واللي راحوا زروا وطمنوا الناس عليها أنا بشكرك جدا دكتور أحمد أبو المجد سكرتير نقابة المهن الموسيقية من أطمئننا على حبيبنا كلنا نجم محمد منير لأننا صراحة لأ أخفي حبي حبي الشديد جدا للنجم محمد منير يكاد يكون يعني مفضل للعالم كله يعني